ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في إحدى المدارات الطرقية في مدينة أقادير وأفاد بلاغ للمديري العامل الأمن الوطني أن عبداللاطف الحموشي كلف مؤسسة محمدين السادس للأعمال الاجتماعية لموظف الأمن الوطني ومصالح ولاية أمن أقادير بالتكفل الشامل بجميع مصاريف ونفقات الاستشفاء والتطبيب التي تتطلبها وضعية الشرطي الضحية فضلا عن توفير كافة الإمكانيات المادية التي تستلزمها المواكبة الطبية والاجتماعية لحالته الصحية وأوضح المصدر ذاته أن موظف الشرط المصاب قد تعرض ليلة أمسن السبت لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض بعد أن باغته شخص من الخلف وعرضه لطعانات بلغة بواسطة آدات حديدية على مستوى الظهر والفخض قبل أن يتم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية وتقود الأبحاث المكتفة إلى ضبط المشتبه فيه وإخضاعه لبحث القضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب